طريق تحديث التيك توك تابع معي السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور فيديو النهاردة كده هعلمك ازاي تحدث التيك توك ياريت قبل مبدأ شرح النهاردة ياريت تعملي لايك للفيديو ده ولو اول مرة تشوف قناتي ياريت تعملي اشتراك في القناة طبعا انا بعمل الفيديو ده للناس اللي طلبتها مني والناس اللي مش عارفة ازاي تحدث التيك توك ناس كتير بتعرف تحدثه عادي وطريقة سهلة فيه ناس كتير برضو ما بتعرفش تحدث التيك توك فانا بعمل الفيديو ده للي مش عارف ازاي يحدث التيك توك هروح كده مع بعض على متجر بلاي ده شكل متجر بلاي هتلاقي عندك على الموبايل ببدأ ان انا اضغط عليه كده وهتلاقي في البحث فوق هنا ظاهر لك بحث كده بضغط عليه بقولك البحث عن التطبيقات والالعاب بضغط عليه ببدأ ان اكتب في البحث تيك توك هيظهر عندنا التيك توك هنضغط عليه انا طبعا عندي ظاهر تحديث اهو لو طلب منك وعمل منك فتح على طول ولقيت كده اللي اخدر ده كلمة فتح يبقى مش طالب منك اي تحديث يبقى التيك توك عندك متحدث انا دلوقتي التيك توك عندي اهو تحديث اهو هنضغط عليه بتنتظر خلص لحد ما التحميل ده يخلص هي دايرة هي بتلف معاك هي بتبدأ ان هي دلوقتي تتملى اول ما هتتملى تعرف ان التيك توك اتحدث واول ما يكتب لك كلمة فتح في التيك توك زي ما انتم شايفين لو ضغطت كده على بحث وكتب لك كلمة فتح يبقى التيك توك عندك متحدث طبعا هتنتظر خالص لحد ما الشريط دا يكتمل معاك اللي هو الشريط الاخدر ده كده خلاص التيك توك كده هتحدث معايا وببدأ ان انا اضغط على كلمة فتح كده هتحدث معاك للشكل الجديد وبكده هنكون خلصنا فيديو النهاردة يا ربي فيديو النهاردة اعجبكم ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كنا معكم يا سمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته